الله ينور عليك طيب هروح معك لموضوع تاني وكان برضه طبيعي على السوشيال ميديا موضوع محمد رقفط ايه القصة و ايه حكاية و لو عندك ختمها و تقفل الموضوع محمد رقفط لعيد في النادي الاهلي و والده طبيعي جدا اي والد يخاف على ابنه اده انا غالي ازا بيقوله لكن انا بقولك على لسانه هو ابو محمد رقفط قال انا امضي للنادي الاهلي عشر سنين على بياض فمحمد لعب في النادي الاهلي و ابن من ابناء النادي الاهلي و مقيد في النادي الاهلي و موجود في فرية 2005 محمد لعب كويس ان شاء الله اكيد مصلحة محمد و مصلحة النادي هتتلاكى في نقطة و في الاخر تبقى مصلحة مشتركة للولد و للنادي لكن محمد ابن من ابناء النادي محمد رقفط ان شاء الله ان شاء الله يبقى حاجة كويسة في النادي الأهلي وزي ما قلت لك هو أهلاوي والده أهلاوي والكلام ده مش أنا اللي بقوله والده قالي الكلام ده إنه هو يجي بكرة يمضي للنادي الأهلي عشر سنين على بياض الناس اللي بتحور في سوشيال ميديا والناس اللي بتتكلم خليكوا فحلكوا وصيبوا اللعيبة وصيبوا الناس تختار الأندية اللي بتحبها وصيبوا الناس تخلص تخلص للنادي اللي ربهم واللي علمهم واللي كبرهم ما تبقاش إنت تخش تخطب كده على الجاهز كان في حد بلعب في دماغ اللعبة أكيد طبعا الناس فاضية ما تعمل إنت في أنديتك انت مش عندك قطع ناشئين ما تضرب يا أستاذ ما هو ده اللي بيحكي لك عليه تتعب شوية ما تتعب شوية بدل ما تقعد تخطب في الأندية بدل ما تقعد تملى دماغ الناس وتضحك عليهم وتقعد تعملهم غسيل مخ ومش هيلعبوك ومش هيعملوك النادي الأهلي أكتر نادي أكتر نادي في مصر طلع لعيبة في أوروبا 14 لعيبة المتحدين كمان بتعملهم عايشات لعيبة النادي الأهلي بيعمل في الفترة الجاية حيبقى فيها عايشات لعيبة في أوروبا النادي الأهلي أكتر نادي ورد للمنتخبات المصرية لعيبة أنا بقولك أنجح منظومة موجودة في أفريقيا وفي أسيا النادي الأهلي هو أنا ما يبقى عندي حاجة كويسة ليه ما تعلمش منها ليه ما سندهاش ليه ما مشيش وراها ليه أهدمها ليه نبقى ناس بنهدم ها قاتلين للمواهب قاتلين للناس اللي عايزة تنجح بتعطلونا أنت عايزت تعطلنا ليه سيادتك إيه اللي حيجي لك ليه ما نحطش إيدنا في إيدين بعضك أندية ونقول إحنا عندنا شغل كتير جدا عشان نخدم مصر هو في الآخر الأندية دي مش بتمثل مصر يا جماعة الخير طبعا مش كده أوليها يا بحمد الانتقامات يا كابتن بدر للأسف في بعض بيبقى الانتقامات غالبة على شغله يعني الانتقامات الأندية تبقى غالبة على الانتقامات الوطن هل يحقل للأسف وفي الآخر كنا هلتلقى يعني اللعيب اللي هو بيلعب في النهاية ده مش هيقابل زمينه في المنتخب مصر في النهاية هيقابل وهنبقى يا محمد أنا عايز أخلق جو رياضي أنا عايز يعني عايز الأندية تبقى تشتغل رياضة مش عايزين نضحك على بعض احنا مش في السن المنافسة احنا مش المنافسة دي بعدين من 17 سنة المنافسة من 17 سنة مش من 8 سنين و7 سنين و14 و15 سنة عملت نفس وعايز تكسب وعايز تقول أنا بطل يا بيه انت ما بتكسب انت بطل من ورق طب فرصة بطل من إزاز أي حد يخبطك يكسارك وفرصة